تمهيد قصة الملك شهريار وشهرزاد يحكى أنه في قديم الزمان عاش ملكان عظيمان شقيقان يدعيان شهريار وشهزمان كان شهريار هو الأكبر سنان وامتد سلطانه إلى أقاص الأرض شعر شهريار برغبة في رؤية أخيه فطلب من كبير وزرائه الذهاب لأحضاره إليه وعندما حضر شهزمان أعنقه أخوه وقضى الأخوان اليوم بأكمله معا ولحظ شهريار الشحوب والمرض على أخيه مرت الأيام وشهزمان يزدد نحولا واعتقد شهريار أن أخاه مشتاق لوطنه لكن تبين أن الأمر أسوأ من ذلك بكثير فبعد عشرة أيام انهار شهزمان وأخبر أخاه بالسبب الرئيسي وراء أحزانه لقد هجرته زوجته الملكة وهو الآن كثير الفؤاد وقص على شهريار كيف تعرض للخيانة ولم يستطع الملك العظيم تصديق ما تسمعه أذنه وبعد سماع ما رواه أخوه غضب شهريار غطبا شديدا حتى إنه فقد صوابه وقرر أنه لا يمكن الصدقة في أي امرأة قط وخطط لأمر مريع استدعى الملك وزيره وطلب منه أن يبحث له عن زوجه وكان يعتزم الزواج منها يوم واحدا ثم قتلها على أن يستمر في ذلك حتى يقضي على جميع النساء في مملكته كان للوزير ابنة كبرى تدعى شهر زاد وأخرى صغرى تدعى دينار زاد طالعت الإبنة الكبرى كتبا كثيرة واتسمت باتساع ثقافتها وعندما سمعت بمخطط الملك البغي قالت لوالدها أود أن تزوجني الملك شهريار حتى أتمكن من إنقاذ الشعب أو الموت مثل باقي الفتيات وعند سمع